يقول الإمام أبو دول عليه رحمة الله الفقه يدور على خمسة أحاديث يدور على خمسة أحاديث بدأ بهذا الحديث الأعمال بالنيات وحديث والحلال بيّن والحرام بيّن وحديث متفق عليه وحديث وما نهيتكم عنه فاجتنبوا وما أمرتكم به فأت منه ما استطعتم ومتفق عليه وحديث الدين النصيحة عند مسلم وغيري وحديث لا ضرر ولا ذرار هذا الحديث اختلف أهل العلم في الحكم على سنده في الحكم على سنده لكنه من الأصول وهو قاعدة فقهية من القواعد الكبرى رواه أبو ابن ماجا وغيري وضعفه البصيري في مصباح الزجاجة ولكن وحسنه بعض العلم لكن كما قلت هو معناه صحيح وهو من مقاصد الشريعة وهو من القواعد الفقهية الكبرى لا ضرر ولا ولا درار ولا درار ويقوله أيضا